الصراع الدائر بين القوات الروسية والأوكرانية يفرض بين الحين والآخر واقعا مختلفا بناء على معطيات المعارك المحتدمة في مناطق متفرقة من أوكرانيا ومع تقدم القوات الروسية في عدة جبهات مؤخرا لجأت كييف إلى حلفائها الغربيين طالبة مدها بشحنات أكثر من الأسلحة خاصة تلك الثقيلة منها كالدبابات الأمريكية والألمانية مشيرة إلى أنها ستحدث فرقا في جبهات القتال ومعربة في الوقت ذاته عن أسفها على تردد الغرب في هذه الخطوة بالرغم من تعهداته الأخيرة موقف حلف شمال الأطلسي جاء مساندا لكييف إذ حث الأمين العام للحلف ينس تولتنبرغ الأعضاء على تعجيل إرسال أسلحة ثقيلة وأكثر تقدما لصد القوات الروسية في أوكرانيا معربا عن ثقته في التوصل قريبا لحل في هذا الخصوص في هذه اللحظة الحرجة من الحرب علينا مد أوكرانيا بنظم أثقل وأكثر تقدما وعلينا أن نفعل ذلك على نحو أسرع وكأول المبادرين طلبت بولندا تصريحا من الحكومة الألمانية للموافقة على تسليم دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا بحسب قواعد المشتريات العسكرية بين الجانبين لترد برلين بأنها ستدرس طلب وارسو بالسرعة اللازمة بهدف مساعدة كييف في صد الهجوم الروسي لا يوجد خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات قتالية ثقيلة إلى أوكرانيا وألمانيا ستتحرك سريعا في حال اتخاذ قرار إيجابي للقيام بذلك لكن يتعين أن لا يصبح الحلف طرفا في الحرب في أوكرانيا في مقابل ذلك حذر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف من حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الألمانية الروسية إذا قابت برلين بتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا مؤكدا أن ذلك لن يؤدي إلى إطالة معاناة المدنيين وذلك بعد أن ذكر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميديفيديف أن بلاده لديها مخزونات من الأسلحة تكفي لمواصلة القتال في أوكرانيا ردا على تقارير غربية أفادت بأن موسكو تعاني من نفاذ صواريخ والذخائر المدفعية ومن جهة أخرى قال إلكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا المتاخمة للجانبين الروسي والأوكراني إن كييف اقترحت عليه إبرام اتفاق عدم اعتداء مع بلاده إلا أنه اتهم الغرب بدعم مسلحين في أوكرانيا يمكنهم زعزعة استقرار الوضع في الأراضي البيلاروسية